بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تلاميز الصف الرابع الاتدائي في قناة انجليز الاتدائي مع مسناء السماء النهاردة ان شاء الله هنشتغل من كتاب step ahead كتاب step ahead عندنا unit 5 الوحدة الخمسة where do you work اين تعمل where do you work اين تعمل ده عنوان الوحدة الخمسة نبدأ على بركة الله اول lesson lesson one عندنا lesson one الكلمات الاساسية عندنا main vocabulary عندنا ايه job job وظيفة job وظيفة builder builder اللي هو ايه عامل البناء عامل البناء اللي هو اللي بيبني البيت وبيبني المستشفى بيبني كل المباني ده ايه builder عامل بناء اما ده اسمه ايه plumer plumer يعني سباك plumer سباك اللي هي البيدي طيب mechanic اللي هو الشخص ايه الميكانيكي اللي بيعمل ايه بيصلح لنا السيارات هنا تنطق كا كا نقول mechanic عندنا كمان ايه electrician اللي هو الكهربائي مين الكهربائي ده هو اللي بوصل لنا توصيلات الكهرباء في البيت علشان التليفزيون يشتغل والكمبيوتر يشتغل كل الاجهزة الكهربائية تشتغل ده اسمه ايه electration يعني كهربائي mail carrier mail carrier اللي هو ساعي البريد مين هو ساعي البريد هو الشخص اللي بيوصل الخطابات بتاعتنا وكمان يوصل ايه الطرد الطرود دي اسمها ايه mail carrier يعني ساعي البريد بس driver طبعا احنا عارفين بس يعني اوتوبيس driver سائق بس driver سائق الاوتوبيس garbage garbage اللي هي ايه القمامة collector جامع القمامة يبقى garbage collector garbage collector اللي هو جامع القمامة طيب هنشوف هنا ايه مجموعة من الكلمات تانية connect يعني يربط او يوصل وده اسم السلسلة الجديدة ليه مناهج اللغة الانجليزية connect يربط او يوصل electricity electricity كهرباء electricity هي الكهرباء lights lights اللي هي ضوء او نور الاضواء الانوار اسمها ايه lights pipe pipe ايه مصورة او انبوب اللي هي مواسير المية او مواسير الغاز دي اسمها ايه pipe pipe ثنبوب او مصورة فاسد فاسد اللي هو ايه حنفية فاسد حنفية يعني ايه دي هي حنفية طبعا ايه تبقى في او يبعد take away ياخذ او يبعد leave 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 يغادر leave يغادر يعني يغادر المكان يمشي منه طيب عندنا ايه كمان في العمود التاني هنا safe آمن safe آمن وال حائط وال حائط deliver deliver يعني يوصل او يسلم يسلم حد جواب او خطاب يسلمه اي شيء دي اسمها ايه deliver deliver يعني يسلم طيب package 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 طرد package طرد لكن letter خطاب letter خطاب اللي هو بيبقى ورقة مكتوب فيها ايه رسالة لكن package هو عبارة عن ايه مكون صندوق في اي شيء on time يعني في الوقت المناسب on time في الوقت المناسب somewhere مكان ما somewhere مكان ما garbage garbage قمامة garbage قمامة نشوف صفحة 112 فيها ايه read and learn تقرأ وتعلم how many people helped you live in your home كم من الناس يساعدونك للعيش في منزلك طيب هنشوف a builder من هو ال builder عامل البناء made the walls strong and safe بيخلي ايه يجعل الحوائط قوية وامنة يبقى ده مين بيعمل كده a builder a builder عامل البناء طيب حد تاني زي ايه an electrician an electrician اللي هو الكهرباء ايه بيعمل ايه or do your homework on a computer ناخدها من الاول so معناها ليزا you can use lights يمكنك ان تستخدم الانوار watch tv تشاهد التلفاز or do your homework ايه تقوم باداء واجبك on a computer على الكمبيوتر كل ده بيتطلب ايه electricity عايزين في ايه كهرباء مين بيعمل هنه hand electrician يبقى احنا هنجيب القلم كده عشان نقولك على شوية حاجات builder اللي هو مين عامل البناء تربط في زهنك كده في مخك يعني بين كلمة builder وبين walls عامل البناء وانحوائط تربط كمان بين كلمة electrician اللي هي الكهرباء ايه تربطها مع ايه electricity كهرباء بيب لما تشوف كلمة بتدل على التاني هاتشوف دي هاتدل على دي اوكي طيب نشوف هنا مين ده plumer plumer اللي هو مين السباك connected the pipes يعني يوصل ال pipes اللي هي الانبيب او المواسير and faucets اللي هي الحنفيات so you have water to have a shower علشان يبقى عندك ماء لتملق المياه to have a shower لتأخذ دوش and brush your teeth وتغسل اسنانك يبقى عايزين نربط بين الوظيفة دي اللي هو plumer اللي هو السباك وبين ايه كلمة pipes وبكلمة faucets اللي هي ايه الحنفيات المواسير والحنفيات بيعملهم مين plumer اللي هو السباك طيب نشوف حاجة ثاني a garbage collector دي وظيفة وظيفة ال garbage collector اللي هو جامع القمامة بيعمل ايه takes away all the garbage يعني يبعد كل القمامة so you can keep your house nice and clean عشان كده تقدر تحتفظ بالبيت بتاعك نظيف ولطيف هنربطها بكلمة takes away يبعد يبعد ايه garbage اللي هي ايه القمامة حتى كلمة garbage هنا موجودة في نفس الكلمة بتاعت الوظيفة هي garbage collector وكمان ممكن تربطها بكلمة ايه nice and clean هتلاقي المكان لطيف ونظيف طيب نشوف وظيفة تانية زي ايه a mail carrier مين هو mail carrier ايه mail carrier اللي هو حامل البريد حامل ايه او ساعي البريد نقول عليه ساعي البريد طيب نشوف ده ساعي البريد بيعمل ايه يبقى هنحفظ الكلمة دي letters خطابات packages اللي هي الطرود يبقى ساعي البريد نربط الوظيفة دي بيعمل ايه نربطها في ذهننا بكلمة letters او packages يعني احنا لو لقينا اي كلمة من دول هتدل على الوظيفة دي اوكي or the bus driver to take your to take you to the school علشان ياخذك لايه للمدرسة يبقى عندنا وظيفة دي اللي هو mechanic الميكانيك بيعمل ايه fix the car طيب في حد تاني اللي هو وظيفة تانية اللي هو the bus driver سائق الاوتوبيس يعمل ايه ياخذك للمدرسة اهو ياخذك للمدرسة يبقى هنربط بين mechanic و fix mechanic يعني mechanic يبقى ايه fix يصلح لكن bus driver اللي هو سائق الاوتوبيس يعمل ايه take you to the school علشان ايه ياخذك للمدرسة خلاص كده عرفنا كل وظيفة ايه الكلمة اللي هتفكرنا بها طيب هنشوف هنا باقي الصفحة بتقول what do you think ماذا تعتقد which job is the most interesting اي الوظائف او اي وظيفة هي الاكثر تشويقا why لماذا نشوف كمان سؤال which job is the most difficult اي وظيفة هي الاكثر صعوبة why لماذا السؤال التالي بيقول ايه are any of the jobs dangerous هل في حاجة او احد الوظائف خطيرة why لماذا فهذا بيسأل عن رأيك انت الخاص دي مش اسئلة محتاجة اجابات محفوظة معروفة لا ده ده رأيك الخاص انت يا تر ايه هي اكثر اكثر وظيفة شيقة او اكثر وظيفة صعبة او هل هناك وظيفة خطيرة كل ده هتقول برأيك الخاص انت فمثلا دي البنوتة دي هتقول رأيها بتقول ايه i think انا اعتقد being a bus driver ان يكون الانسان او وظيفة bus driver اللي هو سائق الاوتوبيس is the most interesting job هي الوظيفة الاكثر تشويقا وامتاع طيب ليه هي بتقول ليه you drive to many different places انت تقود او تسوق ايه الاوتوبيس ليه اماكن كثيرة مختلفة and help lots of people and help lots of people وتساعد الكثير من الناس طيب نشوف صفحة 130 113 صفحة 113 فيها ايه exercises on lesson 1 تدريبات على lesson 1 اللي خلصنا دلوقتي الوحدة ايه الخامسة الوحدة الخامسة الدرس الاول write correct words under the pictures اكتب كلمات الصحيحة تحت ايه الصور طيب ده ممكن تكون ايه احنا طبعا هديك فرصة انت هتحفظ الكلمات علشان تعرف كل مهنة من دول هتكتب تحتها ايه ده garbage collector يعني جامع القمامة اوكي ده اسمه ايه builder اللي هو عامل البناء اما ده كلومر سباك اهو بيعملنا الاحواض والمواسير والحنفيات والكلام ده اما ده ده ميل كاريور اللي هو ساعي البريد اما ده مين ده ميكانيك ميكانيك اللي هو اللي بيصلح السيارات ده باس درايفر اللي هو سائق الاوتوبيس اما ده electrician شايفين اسلاك الكهربائي اللي معه يبقى ده ايه electrician يعني كهربائي اما ده facet اللي هي ايه الحنفية ده اسمه ايه ده letter letter يعني فيطاب نشوف هنا number two match a with b صل العمود ايه بي بي حسب ما يناسبه اول حاجة عندنا هنا جايب وظائف وجايب عملها هنركز زي ما احنا قلنا كل كلمة لها مدلول كل وظيفة لها كلمة تدل عليها a mechanic ميكانيك اللي هو مين الميكانيك اللي بيصلح ايه الاشياء بيصلح السيارات يا ترى هنقول ايه من دول هنقول made you somewhere to live يعمل لك مكان عشان تعيش فيه ولا helps you to get the school on time يساعدك ان ايه تذهب للمدرسة في الوقت المناسب ولا connected your home to water يوصل البيت بتاعك بالمية ولا connected your home to electricity يوصل البيتك بالكهرباء ولا helps you keep your home clean يساعدك ان تحافظ على بيتك نظيف ولا fixes cars يصلح السيارات buses autobuses and vans وشاحينات فاضل كمان واحدة هنقولها كمان هي ايه delivers letters يعني يستلم الخطابات and packages والطرود يبقى دمين الميكانيك الميكانيك اللي هو الميكانيك احنا عارفين هو بيعمل ايه بيعمل fixes cars and buses and advance بيصلح الحاجات دي طيب number 2 a garbage collector اللي هو جامع القمامة يطرها هنختار ايه من دول خلاص احنا قريناهم وترجمنا معانهم يبقى دلوقتي هنختار a garbage collector هو جامع القمامة يطرها هيعمل ايه هندور على الكلمة بتفكرنا بيها ايه هي هي كلمة clean اهو clean يجعل بيتك نظيف ايه هي دي كلمات clean اللي بتفكرنا بيها طيب هنا an electrician اللي هو الكهربائي بيفكرنا ايه هي الجملة اللي ممكن تفكرنا بي electricity electricity هذه electricity اللي هي الكهرباء يعني وصل بيتك بالكهرباء طيب هنا وظيفة الرابعة a builder اللي هو ايه اعامل البناء بيعمل ايه عامل البناء made you somewhere to live يعمل لك مكان تعيش فيه live يعني يعيش فيه mail carrier اللي هو ساعي البريد يعني نفتكروا بايه فاكرين قلنا كلمة ايه letters هندور على كلمة letters اللي هي خطابات هي delivers letters and packages يوصل الخطابات والطرور a bus driver سائق الاوتوبيس بيعمل ايه سائق الاوتوبيس a hook helps you to get to school on time يساعدك ان تتوصل مدرسة في الوقت المناسب a plumer مين هو ال plumer السباك بيعمل ايه السباك connected your home with water أو to water يوصلوا بالماء احنا كده خلاص وصلنا نشوف صفحة 114 فيها ايه فيها number 5 choose the correct words اختار الكلمات الصحيحة هنا اول حاجة the مين من الوظائف التلتة دول هل هو بلومر سباك ولا بلدر البنة ولا ميكانيك اللي هو الميكانيكي made the walls of your home strong and safe احنا اون هنربط بكلمة walls اللي هو الحوائط ومين بلدر اللي هو البنة ودي المفتاح اللي هي خلينا نختار builder اللي هو عامل البناء number 2 a garbage collector اللي هو مين جامع القمامة mail carrier ساعي البريد bus driver سائق الاوتوميس هنشوف الجملة بتقول ايه takes away all the garbage اهو جاب كلمة garbage اللي هي القمامة يبقى خلاص يبقى هو عايز ايه garbage collector جامع القمامة number 3 هنا بيقول the mechanic الميكانيكي ولا plumer اللي هو السباك ولا electrician اللي هو الكهرباء connected the electricity so you can use lights يعني هو يوصل الكهرباء لذا يمكنك استخدام الأنوار او الأضواء يبقى طالما قال electricity هو ده المفتاح بتاعنا الكهرباء يبقى هو عايز مين electrician اللي هو كهربائي طيب نشوف رقم أربع بتقول ايه the bus driver ولا teacher ولا mechanic takes you to school يأخذك للمدرسة مين مين يأخذك للمدرسة طبعا bus driver خلي بالك هو عطلخبطه تقول school يبقى the teacher teacher يعني مدرس معلم لا مدرس معلم هو اللي بيعلمنا ويدينا الحصة لكن مين بيوصلنا للمدرسة bus driver سائق الأوتوبيس يهي takes you takes you to school يأخذك للمدرسة نمبر 5 بقول ايه garbage collector جامع القمامة ولا bus driver سائق الأوتوبيس ولا mail carrier بسائل بريد delivers letters and packages ها طبعا mail carrier طب فين الكلمة اللي دلتنا عليه المفتاح فين اهي letters and packages هي دي المفتاح اوكي number 6 بقول ايه you need a انت تحتاج a builder عامل بناء ولا mechanic اللي هو الميكانيكي ولا bus driver سائق الأوتوبيس to fix the car or the bus عشان يصلح السيارة او الأوتوبيس مين اللي بيصلح الحاجات دي؟ طبعا mechanic اهو والمفتاح بتاعنا كلمة ايه fix يصلح هو ده اللي عرفنا اني مين mechanic هو اللي احنا عايزين يصلح السيارة او الأوتوبيس number 7 the mechanic and builder يعني الميكانيك اللي هو الميكانيكي and builder والعامل البناء are different a different jobs or different sports or games jobs يعني وظائر كلمة different يعني مختلف عايز اقول الميكانيكي والعامل البناء هم وظائف مختلفة ولا رياضات مختلفة ولا ألعاب مختلفة طبعا jobs وظائف دول وظائف دول هم مش رياضة ولا ألعاب number 8 a mechanic الميكانيك electrician كهربائي ولا plumer تباك وظائف يبقى عايزين مين اللي هو السباك. طيب نشوف هنا نمبر فور بيقول انظر للصورة واكتب ثلاث جمع. طيب عندنا هنا وظائف مختلفة. هو بقول لك يعني الوظيفة الاكثر تشويقا او امتاعا. الوظيفة الاكثر صعوبة. الوظيفة الاسهل. هتاخد كل واحدة كده وتعلم منها جمع. هنجيب القلب. هنقول في اول واحدة. هتقول اي think. انا اعتقد. اه هتبدأ اول حاجة باي? اي. لحظة هنكبر الكتابة كده. اي اي. اي think. يعني انا اعتقد اي ويجيب نفس القملة دي زي ما هي تقول the most interesting job وتقول is I think the most the most interesting job job الهي وظيفة ونقول بعدها is الوظيفة هي I think the most interesting job is يعني الوظيفة الاكثر تشويقا او امتاعا هي وتختار اي حاجة من دول ممكن تقول مين مسلا ممكن تقول نيرس ممكن تقول دكتور ممكن تقول ممكن تقول اي وظيفة من اللي احنا قلناها ممكن تقول ميكانيك ممكن تقول اي وظيفة انت ايه عايز تختارها ممكن نقول ايه ممكن نقول دكتور ايه دي دكتور اللي هو ايه الطبيب انصورها كده شوية اوكي طيب هنقول التانية هنقول برضو ايه بعد كده معناه انا اعتقد ونجيب نفس الجملة التانية دي اللي قدامنا بالزبط يعني الوظيفة الاكثر ايه صعوبة يعني الوظيفة الاكثر صعوبة ونقول از معناها هي هي ايه 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 هي الاكثر صعوبة ممكن نعتبره مثلا ايه ممكن نعتبره بيلدر لشان ده عمل شوق طبعا ايه بيلدر هادي بيلدر اللي هو ايه عامل البناء طيب بعد كده نقول يعني الوظيفة ايه الاسهال لحظة كده انا من المسافة هنا نرجع عم نكتب الجملة التالتة نقول اي بعد كده انا اعتقد ونجيب الجملة التالتة زي ما هي زي ازيس جوب اه دي زي ايزيست اه دي ازيست معناها ايه الاكثر ايه سهولة زي ازيس جوب الوظيفة الاكثر سهولة ايه ايه ممكن نعتبره مين ممكن نعتبره مثلا زي غاربش كوليكتور زي غاربش ايه كوليكتور ونضع خلاص مستطب زي غاربش كوليكتور يعني جانع القمم كده احنا كتبنا التالت جمل اللي هو عطالبهم مننا من خلال اللي هو الادلة او الكلمات الاسترشادية اللي هو مدها لنا استخدمناها وكل اللي اضافناه اضافات بسيطة جدا طيب وصلنا لصوح الكام كده مية واربعتاشر خلاص لسنون من الوحدة الخمسة نلقاكم على خير ان شاء الله تابعونا في قناة انجليز ارتدائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة